بسم الله الرحمن الرحيم عزائي طلبة وطالبات الصف الخامس لقسم الكهرباء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة ان شاء الله هنكمل شغل بتاعنا في السيانة مادة السيانة لالات معدات كهربية احنا اتكلمنا في الباب الاول خلصنا الباب التاني ودخلنا على جزء من الباب التالت اللي هو اسمه سيانة الالات الكهربية الدورة معنى ان احنا بنتكلم زي ما قلنا قبل كده ان انا عندي جزء السيانة اتكلم في اول باب على السيانة الميكانيكية والسيانة الكهربية والماكينات بعد كده دخلنا على سيانة المفاتيح الكهربية والقواطع وبعد كده هنتكلم بقى على ازاي نشتغل ونعمل سيانة للاجهزة الدورة كلمنا وقلنا اول حاجة في سيانة الاجهزة الدورة اول حاجة هنرجع مع بعض او كلمنا قبل كده عن جزء في البادئات اي انواع البادئات ومعنى انواع البادئات وهي اللي هي بتبدأ او بتعمل بداية حركة الالة وانا عندي بعمل بادئ للحركة للالة زي ما قلنا قبل كده اني عندي الالة الكهربية بتاعتي او المحركة الكهربية بتاعي بيبتدي يسحب طيار اكبر من القيمة بتاعته وهو بيبتدي الحركة فبتدي يعمل له بادئ للحركة على اساس ما يبدأش الحركة ويسحب طيار شديد او طيار غير مقنن لي فيبتدي الطيار يحرق لي ملفات او يحرق لي المعدة بتاعتي فبذلك انا لازم اعمل بادئات فبتدي اقول على البادئات تاني على اساس نعمل بواجعة بسرعة عليها الكام بادئ دول وبعد كده نكمل الباب بتاعنا فعندي البادئات قال لي اول حاجة انواع البادئات قال لي ان انا عندي مفتاح البدء ذو الزر اللي ضغط للمحركات السريعة قال لي انا عندي البادئ دوت هو عبره عن نوع بسيط من المفاتيح مهمته توصيل المحرك الى الخط مباشرة وبيوجد عليه المفتاح ده ضغطان احدهما للبدء والاخر للايقاف وعند الضغط على زر البدء تقفى نقطة التلامس داخل المفتاح تواصلان محرك على الخط وعند الضغط على زر الايقاف تنفصل نقطة التلامس او نقطة التلامس وتفتح دائرة توصيل المحرك انا عندي هنا اي محرك عشان اعمله بطء حركة عندي محركات صغيرة المحركات الصغيرة دي بابتدي اجيب لها مفتاح يبتدي يشتغل عليها طبعا احنا عاوزين برضو احنا قلنا عن مفاتيح قبل كده وقلنا ان المفتاح الكهرابي مكون من جزء ثابت وجزء متحرك اللي هو بيبقى عليه الملف بتاعي اللي بيبقى يعملني عملية التوصيل للطيار الكهرابي طبعا لازم يبقى مفتاح عندي فيه اون وقف اون وقف او استارت وستوب بيبدأ المفتاح دوت البادء الحركة عندي بيبتدي عندي المفتاح دوت فيه زرين زر بت وزر اقاف او اوف وقف اون او استارت وستوب فبيبتدي اوصل ادوس على زرار الستارت او استار اللي هو استار البيت فبيبتدي يعمل عملية تشغيل للمحرك او يفتح الدايا او يوصل الدايا على المحرك الخط المباشر للطيار تمام ويبتدي يشغلي المحرك بتاعي بيبدأ الحرك بعد كده عاوز افصل المحرك او اشيل المحرك من الخدمة ففي الحالة دي بادوس على مفتاح الاقاف او مفتاح الستوب او مفتاح الاوف تمام عندي بعد كده قال لي ان خط ده ان هذا النوع من مفتاح مفتاح البيت بزوده بجهاز حراية لتعدي الحمل يعني ايه جهاز حراية قلنا ان انا عندي اي مفتاح سواء بدأ حركة او مفتاح عادي او قاطع لازم اوصله بحماية على اساس ان انا عندي الحماية بتاعتي لو طيار زاد عن الطيار مقنن للمحرك فبيبتدي المفتاح يفصل قبل ما طيار يوصل للمحرك ما انا ما مينفعش ان انا اوصل محرك ضيجت على الطيار اي طيار يزيد يبتدي محرك يعمل عملية اتلاف داخل محرك فيبتدي اقصر المحرك بتاعي او المكنة بتاعتي فبيبتدي اعمل المفتاح ده كمان بعمله عملية زيادة او عملية تأمين للمحرك فبيبتدي بعمله عملية مفتاح هذا النوع من المفاتيح البت يزود بجهاز حراري لتعدي الحمد ويوصل على التوالي مع الخط وهو يفتح دائرة توصيل الى المحرك عندما يمر طيار كبير نتيجة تعدي الحمد زي ما احنا قلنا مفتاح ده بيتركب من زرين اون و اوف زرين دولت ببتدي اعمل ستارت ابدوس على اون ثم يمر الطيار على الخط المباشر بعد كي ابدوس اوف اذا حدث زيادة في الطيار مقنن للمحرك بتاعي بيحصل عملية قفل او قطع للدائرة فبيبتدي الدائرة تفتح والطيار ما يوصلش للمحرك يبقى انا في الحالة دائرة خليت المحرك بتاعي يشتغل على الجهد المقنن ليه ما يشتغلش على الزيادة عشان ما يحصلوش تلف تمام ففي حالة بد عدم تشغيل بديئات الحركة فان المحرك لا يعمل او لا يستمر في الدوان او يحدث انفجال المصر عند الضغط على زرين البيد فيتم الكشف على يبقى انا عندي هنا لو انا المحرك بتاعي عملت ستارت وزي ما قلنا قبل كده ستارت يعني معناه ابدأ فجيء يبدأ ما اشتغلش يبقى اذا في حاجة من الاقاف لاما زر البيد او زر الاقاف فيهم حاجة عشان كده ما اشتغلش دست على زر البيد المحرك ما اشتغلش دست على زر الاقاف المحرك برضو ما افلش لو اشتغل او ما افلش فانا عندي هنا في الحالة ديات لازم يكون في حاجة عندي ملامسات زر البيد حيث انها متسخة او متاكلة او بيها قصرة ملامسات زر الاقاف حيث انها برضو متسخة او متاكلة فتح ملامسات متامة متعد الحم انهيها المفتاح وفي هذه الحالة يتم تنظيف الملامسات يبقى انا عندي جيد دست على زر البيد وانا دايز على زر البيد ما اشتغلش المحرك جيت برضو اشتغل درست على زرار البيت المحرك اشتغل جيت درست على زرار الايقاف المحرك برضو موقفش وفيدر الضيار مستمرة يبقى ايزا عندي وانا شغال احنا قلنا قبل كده في سيان المفاتيح الكهربية او القواطع قلنا ان انا اما جافتها ادوس على زر الفتح او زر الستار تمام بعد كده بيبتدي ادوس على زر الايقاف فبيحصل شرار الكهربية شرار الكهربية او flows الكهربية قلنا بيعمل عملية ايه تقاين فبيبتدي ياكل في نقطة التلامس فانا في الحالية مكن نقطة التلامس تكゃيد بسبب الموضوع هو فبتح المفتاح وابتدي اشوف لو نقطة التلامس مت اكلى بابتدي اعمل عملية سيانا لنقطة التلامس اور اعمل نقطة التلامس جديدة طيب لو نرد تنامه الشغالة اشوف الياي مشان عندي زر البدء امام ادوس عليه بيبتدي ادوس هي دوسها وتلاقي رجع تاني مكانه وبدأت الطيار يشتغل طيب اشتغل ازاي عندي السوستة بتاعتي او الياي بيبتدي تدوس على الزر الياي يرجع الزر مكانه ويبتدي يوصل الطيار القرابي الى الملامسات بتاعة الداخلية ثم الى الملف تمام يبقى ممكن الياي برضو نفس الكلام ممكن يكون فيه حاجة في الياي تمام الحاجة التانية ان انا ممكن يكون الاجزاء الداخلية فيها اتساخ او فيها رايش وانا شغال على المكنة او شغال على محارج بيقع رايش رايش وقع عمل قصر داخل نقطة التلامس في نقطة التلامس عما يتقفل او قصر فببتدي انظف تمام او نقطة التلامس بتاع الاقاف تمام عندي فتح ملامسات متمم تعد الحمل يعني معناها ايه معناها ان انا عندي فيه نقطة التلامس بتاعتي الاساسية اللي ده للايه لتعد الحمل اللي هي نقطة الحماية نقطة الحماية عندي موجودة تمام نقطة الحماية دي بتعمل ايه زي ما قلنا اذا ما طيار زيادة عن طيار مقنن ليه بيحصل ايه بالضيار تتفتح فممكن يكون اعدة طيار ملامس او طيار غير مقنن او طيار زيادة ففي الحالة دي هات حصل ايه ايه ما الطيار يعدي يبقى عندي نقطة التلامس للجزء الحماية حصل له عملية فتح وما قفلش تاني او انصار او باز ففي الحالة دي باجي بشوف الجزء الحماية لو بتاع اللي احنا بنوع عليه تعد الحمل بنشوف الريش اللي فيه لو اتاكلت او اتحرقت ببتدى غيرها وشغلة من اول وجديد او ممكن غير مفتاح كله لو حصل له انهيار عندي جزء الثالث وهو انهيار المفتاح اي انهيار المفتاح يعني المفتاح اتحرق باز ساح من كتر درجة من درجة الحراب بتاعته او الحراب زادت من زيادة الطيار فزاد زادة الحراب بتاعته ففدأ يعمل عملية انسهار داخلي للمفتاح ففي الحالية نقطة التلامس هتلمس مع بعضها من الاكتاب زي ما قلنا انا عندي المفاتيح لها اكتاب كل قطب وقطب بين كل بين كل نقطة التلامس هو اللي بيعمل العزل لنقطة التلامس فحصل انهيار الاكتاب بازت او نقطة الاكتاب دي بازت فعمل عملية التلامس للمفاتيح بتاعتي او نقطة التلامس عندي فعملية ماس او قصر داخل المفتاح فتم انهيار المفتاح لو انا بصيت على الشاشة عندي هنقول ان انا عندي هنا نقط عندي الدايرة بتاعتي من فوق الار والاس والتي زي ما اتكلمنا قبل كده عليها قلنا ان انا عندي التلت فرد بتوع الكهربة وهما الار والاس والتي موصلهم مع المفتاح او السكينة اللي هبتدي اوصل عليها اللي هيا فيها اون و اوف هبتدي اوصل من عندي هنا جزء اللي متوصل بين جزء المحرك لو انا بصيت على الجزء ده اللي مكتوب عليه اف وقت وهو الجزء اللي موجود عندي للحماية وهو الشكل بتاعه بالشكل ده بنقول عليه جزء الحماية ابقوا علي في التوصيل بتاعنا لو انا بصيت النحية التانية هلاقي ان انا عندي تكوين الدايرة بتاعتي عندي اوف و الان موجودين عندي هم ادي الوف و ادي الان و عندي النقطة المساعدة اللي موجودة عندي لهذا الجزء لان انا عندي عشان اشغل الداية بتاعتي عندما بتوسع الزر الزر بتاعي بيبتدي يوصل الطيار من اللي بيثبت الطيار داخل المحرك وبيخليه مستمر في الحركة ان انا عندي حاجة اسمها نقطة مساعدة وهي نقطة اللي مكتوبة عندي هنا بتبقى موجودة عندي برضو ليقم 13 و 14 نقطة مساعدة الكويل على اساس تشغل الكويل بتاعي او المحرك بتاعي دريك تعطف في الطيارة وطبعا عندي الوف اللي انا بتوسع عليه بيبتدي يفصل نقطة المساعدة اللي هي موصلة بالكويل على اساس يبتدي يبصل المحرك عندي عندي بعد كده اتنين بادئ اليدوي للمحركات التنفرية هو عبارة عن بادئ يدوي منخفض الجرد لمحرك التنفرية تأثيري بيمكن الحصول على الجرد المخفض المنخفض بتوصيل مقاومة بالتوالي مع المحرك مقاومة بالتوالي بتعمل على عملية تقليل قيمة مقاومة الداخلية في الدائرة بالتدريج والبادئ في الحاليات بيبتدي يشتغل وبيكون موجود عندي فيه تلات اطراف موجودة على اللوحة الامرية يبقى انا عندي هنا المحركات التنفرية ببتدي اشتغل عليها بعمل لها عملية بدء حركة بس بدء حركة المراضي بش بمفتاح بادئ حركة لا ببتدي اجيب عندي مقاومة بوصلها بالتوالي مع المحرك مقاومة وصلها بالتوالي مع ايه المحرك وابتدي بالتدريج اقلل واعمل عملية تقليل او تزويد لقيمة الداخلية او قيمة المقاومة الداخلية عندي تمام المقاومة عندي دي في البادئ الحركة بتكون من تلات اطراف التلات اطراف دول ببقوا موجودين على اللوحة الامامية يبقى انا عندي المحرك التنفرية موجود تمام بوصله مقاومة بالتوالي المقاومة ديت لها تلات اطراف موجودين على اللوحة الخارجية بتاعتي او اللوحة الامامية عندي في المحرك تمام كمان بيوجد على اللوحة اللوحة دي التنظيم لملف يوصل الى الخط منجار ضفع اليد يبقى انا عندي تلات اطراف للمقاومة تمام عندي اللوحة دي عليها ملف اول مرفع اليد بوصل بالملف دوه اللي خط الطيار بتاعي ويصل الى النقطة اللي انا عاوزها تمام عندي التلامس الاول بيمر الطيار خلال اليد الى هذه النقطة ثم يمر بخلال مقاومة كلها وخلال محرك حتى يصل الى النقطة الثانية المقاومة يبقى انا عندي هنا مقاومة تلات اطراف عندي زي السكينة بالزبط المقاومة ببتدي ارفع السكينة بتاعتي في اول ايد يبقى اذا اول مرفع السكينة في اول ايد بيحصل ايه بيبتدي المحرك يبتدي يوصل له طياره على الخط المباشر ويبتدي يشتغل معايا تمام تمام وبعد كده بيتلاق بعد كده الى نقطة التلامس الاولى بيمر بعدها الطيار زي ما احنا قلنا تمام خلال يد ديت وهذه الى هذه النقطة ثم يمر خلال المقاومة كلها وخلال محرك حتى يصل النقطة السابقة للمقاومة احنا قلنا عندي محركات النفرية مش موصلها مفتاح انا موصلها محرك موصلها مقاومة بالتوالي المقاومة دي حبار عن ثلاث دراعات او ثلاث اطراف اول مرفع اطراف الاول او حرك اطراف الاول يبتدي يمر الطيار اللي بيصل الى النقطة التانية وبعد كده يبتدي يصلي على النقطة السابقة تمام بيتم الكشف على الاعطال المحتمى حدوثها من وسيل بدء الحركة المحركة في حالات اتايا يبقى انا عندي زي ما احنا قلنا اننا المحركات بتاع الجزء الصيانة بتاعي عبارة عن زي ما قلنا بلكده سين وجيم سين اننا عاوز او المحرك فيه كذا وكذا وكذا الجيم انت هتقول لي اسباب الحاجة دي قلنا الكلام ده كذا مرة ولازم نفكر بعضينا اننا انا كل سؤال ليه اجابة على طول مفيش اي حاجة اجابة مفيش اي اجابة الاجابة زي ما قلنا تلقائية مش اجابة عادية يعني مش اجابة لازم افكر فيها لا دي الحاجة ديها موجود عليها وبصلحها وباشتغل بها على طول سيادتك لو بتشغل في اي واشا او بتشتغل في المدازة في واشا عندك هتعرف ان انت كل الكلام ده بتعمله وشغل عليه لان في جزء المعدات القهربية موجود عندك وموجود شرح ليه تمام فانا عندي هنا لو انا عاوز اكشف على اعطال محتملة اعطال عندي عطل المحارك ما بيشتغلش المحارك مقامش ليه ليه محارك مقامش طب ما حطها في دماركات المحارك مقامش يبقى انا عندي في دماركات فيه كسر في حاجة دي اول حاجة ان انا محارك مش شغال يبقى فيه فتح في الدائرة تمام فيه احتراك في الملفات تمام المحارك سحب طيار زيادة او طيار كبير لما بدأ فكده تحرق المحارك يبقى انا هشوف المحارك المحارك في ايه او مقاومات البدء بتاعت فيها ايه على طول تركائية تركائية ان انا فيه في المحارك واقف يبقى انا هشوف كل الكلام ده هكشف عليه لامة هجيب لمبة الاختبار بتاعتي اللي انا وصلها بالملفات وشوفها اضاقت ولا ولا مش مضا مضا ايشي لما اجيب افو وايس بيه الملفات بتاعتي تمام نشوف قال لي الف توقف المحارك عن الحركة يبقى انا اذا ده سؤال توقف المحارك عن الحركة ليه يحتمل ان يكون العيب فتح او احتراك في الملف الذي يحفظ يد المقاومة في الوضع الاخير مما يجعل الزراع يعود الى وضعه الاصلي حيث يتم تكشف على هذا الملف واصلح يبقى دي اول حاجة احنا قلنا المقاومة فيها تلات دراعات او تلات اطراف لو طرف منهم باز او لحد اما توصل للطرف الثاني ثم توصل للطرف الثالث ثم ترجع الى قواعدها سالمة او ترجع لما كان الاساس بتاعها جد وهي الشغالة حصل ان المحارك وقف ما تحركش يبقى اذا في الحالة ديت في حاجة في الادريع او في النقطة الثلاثة حصل له قسر او حصل له اطلاف تمام يبقى هو بيقول لهو توقف المحاركة عن الحركة يبقى اذا يحتمل ان العيب يكون فتح او احتراق في الملف الذي يحفظ يد المقاومة في الوضع الاخير ففي الحالة ديت بيحصل ايه مما يجعل الزراع يعود الى وضعه الاصلي حيث يتم تكشف على هذا الملف واصلاح يبقى اذا انا برفع اليد رونية ما اشتغلش المحارك يبقى اذا فيه تلف فيه اي حاجة تاني حاجة سحب المحارك طيار كرابي كبير يبقى انا المحارك عندي ممكن المحارك مشتغلش بارك ممكن اقول للعيبة التاني ان المحارك سحب طيار كبير عند البيت فيمكن محتمل ايه ان يكون لعيب فتح في جزء من مقاومة بيت الحركة تمام انا حاطت مقاومة بيت الحركة ليه مقاومة بيت الحركة على اساس اننا لازم يكون وظيفتها ان هي بتعمل عملية سحب الطيارة وتوصل لمحارك الطيارة مقنن ليه فانا ببدأ الحركة بيها تمام حصل ان المحارك تحرق ليه يبقى ازا في فتح في دائرة المقاومة خلى الطيارة عدة بسرعة او بقيمة عالية فعمل احتراق للمحارك فانا قال ليه هنا سحب المحارك طيار كبير عند البيت فيحتمل ان ان يكون لعيب فتح فيه جزء من مقاومة بيت الحركة ويتم التعرف على ذلك من خلال زي من استخدام مصباح الاختبار والتنقل بالنقط التلامس للمقاومة فالجزء الذي لا يضيء فيه في يكون بيه فصل ويتم اصلاحه ان مقاومة بيت الحركة سيتك شفت فيه معمل الكهرباء اكيد شفت مقاومة متغيرة وشفتها بتتنقل من نقطة لنقطة لنقطة بالدرع بتاعها او اشتغل معيا في الدرعي المكترونية او اشتغلت معايا في الورشة الكهربية بتاعتينا وجينا جبتلك المقاومة هتلاقي عندك في الورشة عندك اسأل مدرس عاوزه اشوف المقاومة هيقولك المقاومة المتغيرة هي هي هيا زي مقاومة بيت الحركة بيزها انني بابتدي عندي دراع وعندي تلات نقطة همشي نقطة الاولى نقطة التانية نقطة التالتة المحارك ما دارش يبقى انا باجيب لمبة الاختبار بتاعتي او الافو الاثنين على سواء سواء الافو او اجيب لمبة اختبار واقس من نقطة لنقطة وهم من حرك الدراع اللمبة نورت يبقى اذا النقطة دي شغالة مفاش حاجة اجريز تاني وحرك الدراع النقطة ما اشتغلتش او اللمبة ما اشتغلتش او الافو مقراش يبقى اذا في الحالة دي عندي الجزء بتاعي في حاجة مش مزبوطة او ملف في المقامة دي في حاجة مش مزبوطة بابتدي عيد واشوف الدنيا بتاعتي ايه تمام هاجل تالت حاجة منظم البدء على الخط المغناطيسي هي يعني ايه منظم البدء على الخط المغناطيسي اللي بيطلق على البادئ الذي يوصل بالمحارج مباشرة على الخط اسم البادئ على الخط المغناطيسي يبقى اذا عندي اما اجي اوصل المحارج بتاعي على الخط مباشرة بعمل عليه بادئ خط مغناطيسي يعني ايه الكلام ده بيوجد هذا البادئ عادة سلاسة نقاط تلامس رئيسي يبقى في كان نقطة تلاتة هي التي يتوصل المحارج مباشرة على الخط عند اقفالها كما يوجد به ايضا ملف مغناطيسي وهو الذي يقفل نقطة التلامس رئيسية عند تغزية بالطيار كما يقفل في نفس الوقت نقطة التلامس اللي هي النقطة المساعدة وهي التي تحفظ مغناطيسي في ملف مغناطيسي الكلام ده الشغلنا عليه ازاي الكوندكتور بتاعي اللي انا شغال عليه مثلا في المدازة انا بوصل توصيلات كتير عندي سواء بوصل محارج من مكان واحد او من مكانين او بوصله عكس حركة او نجمة دلتا او بوصله سوعتين حسب ما انا وصلته او عكس حركة طيب لما انا وصله بوصله ازاي قال انا بوصل المحارج بتاعي بيبادئ حركة بادئ حركة ايه بادئ حركة مغناطيسي بادئ حركة ايه مغناطيسي اللي هو الكوندكتور ده هو زي ايه الكوندكتور الكوندكتور داع بقى عن ايه قلنا قبل كده ان انا عندي الكوندكتور ده قلنا عليه مغناطيسي ليه لان هو بتكون من ملفين من من قلب سابت وقلب متحرك او جزء سابت وجزء متحرك فيهم بقرة تمام ملفوف عليها سلك فانما بضغط على الستار فبيبتدي اللي استرتي وصل لي الطيار الى الكوندكتور ده او الى الملف اللي عندي فالملف اللي عندي بيولد مجال مغناطيسي اما يولد مجال مغناطيسي هيحصل ايه هيبتدي يعمل عملية استمرية او توصيل المحارج الى الخط المباشرة تمام بس انا لما بشيل ايدي من عالزير بيحصل ايه الزير بيرجع مكانه الياي او السستة بترجع الزير البدء مكانه في الحاله دي بيحصل ايه في الحالة دا ممكن المحرك بي Limit طيار زي الجانب بالزبت بادوس على الجغز بتاعي بادوس على زير الجهاز بشيل ايدي بيحصل ايه الزير بيرجع مكانه Dog озبقىEl بيسكتنا ميفش طيار فانا كده هعمل لكده هدوس المحرك يبدع هشيل ايدي المحرك يقف لا فانا بزود مع المحرك او مع المفتاح المغناطيسي دعوت او الجزء المغناطيسي داوت برزود معاه حاجه اسمها نوقات مساعدة النقطة المساعدة دي بتعمل على عملية ايه لما دوس على الزر الفتح بتاعي او زر الستارت بتاعي بيبتدي النقطة المساعدة تقفل وتبتدي تخلي الطيار يستمر في الخط بتاعي ويبتدي محاكمة بتاعي يشترك فاحنا بنقول اهو يوجد بهذا البادئ عادة ثلاث نقاط تلامس رائسية هي التي توصل محاكمة بشرة العقاط اللي هو الثلاث نقاط بتاعي اللي هما الار والاس والتي تمام واول ما اقفلهم ادوس على الزر التلاث نقطة دول بيقفلوا مع بعض اول ما اتلاث نقطة دول يقفلوا معايا يبتدي يوصل للطيار فبيتوصل الطيار فالملف المغلس يبتدي يشتغل طيب المغلس يشتغل لو شل تي دي هيحصل ايه طيب هيقطع فقالي في الحاجة دي بوصل معاك في النقطة دي نقطتين اسمهم تلامس مساعدة نقطتين تلامس مساعدة لحنا بنقول عليهم زي بنقول عليهم 13 و14 في الكندوكتور بتاعي يبقى انا عندي لما وصل نقطة مساعدة هيبتدي الطيارة استمرت داخل المحرك والمحرك يبتدي يشتغل وابتدي يشغله على التوصيلة بتاعت اللي انا اعوزها تمام ايه اللي بعد كده ترتبط نقطة التلامس الرئيسية والمساعدة عموما بواسرة قدوم عازل بحيث تقفر نقطة خلحة نقطة التلامس كلها عندهم مزور طيار فيه الملف المنتجزد ده اساسي ان انا عندي اول ما بيمر الطيار بتاعي او نقطة بتاعت trás رئيسية مساعدة عموما او ما بيمر فيها الطيار بتتقفل ده اساسي اما تقفل بيحصل ايه بيستمر الطيار في الملف المغنطيسي واستمر الطيار داخل المحرك ويبتدي محرك بتعيش داخل في اي صعوبة مفيش كلام ده زي ما بقولنا احنا قبل كده شغلين عليه من سنة تانية او من سنة تالتة شغلين على الكلام ده شغلين على بطء الحركة وعرفين ايه هو بطء الحركة وعرفين قوانين بتاعتي اللي هي طيار الدخل وطيار الخط وطيار الخط بتاعي تمام الفيز وعرفين الكلام ده تمام اللي هو I phase وال I line اللي هو IL وعرفين V phase وال V line اللي هي VL عرفين الكلام ده بطء الحركة بتاعي وليه ببدأ نجمة وليه ببدأ دلتة احنا عرفها كده الكلام ده تمام فكل الكلام ده احنا عافينه من سنة تالتة او خدناه قبل كده سنة تالتة فمش غريب علينا احنا مجرد احنا بنزود عليه على اساس سيادتك تبتدي تبقى فاهم الشغل ده ازاي ويغزم ملف المغناطيس الموجود على بادئ المغناطيس للطيار المتردد بطيار متغير القيمة وعلى ذلك فان قوة جذبه لا تكون سابتة وانما تتغير تبعا لزبزبات الطيار وللتغلب على حدوث وعشة يزود القلب المغناطيسي ملف مظلل تكون مهمته انتاج مغناطيس مجال مغناطيسي مختلف ويكون عن ملف صغير طيب انا عندي هنا الملف المغناطيسي بتاعي الموجود على بادئ المغناطيس للطيار تمام المتردد بيكون طبعا بيتغزب طيار متردد انا طبعا بشتغل على طيار متغير او طيار متردد اللي هو فيه الزبزبات بتاعتي اللي هو فيه موجة بتاعتي لطلعه نازلة صح كده تمام فانا ببتدي بيتغزب ملف بتاعي على هذا الطيار مفيش اي حاجة تمام عشان بعد كده بيحصل عندي فيه حاجة اسمها رعشة فيه حاجة اسمها رعشة كده بتتبقى موجودة نتيجة الزبزبات على الطيار بتاعتي بتاعي فانا بزود الملف المغناطيسي ده بملف مظلل بملف ايه مظلل الملف المظلل ده بيكون مهمته انتاج مجال المغناطيسي متخلف ويكون عبرها عن ملف صغير يبقى انا ازا عشان اخلي الرعشة اللي عندي ما تبقاش موجودة في الملف المغناطيسي نتيجة ان انا بغزيه بملف بطيار متردد بعمل له عملية ايه ان انا بعمل له ملف مظلل بعمل له ملف ايه مظلل الملف المزلل ده ملف صغير بيبتدي يتحط على المجال او على الكود مغناطيسي ويبتدي يشغلهولي على اساسي مجال مغناطيسي متخلف للشغل بتاعي طبعا كود مظلل او ملف مظلل لو نفتكن مع بعض يعني ايه ملف مظلل يعني لو افتكرنا بالزبط كده مشارقة متشرح لنا المحرك كود المظلل كان عباعا محرك وعندي ليه اكتاب تمام عشان اكمل الداية بتاعتي او اكمل المجال المغناطيسي بتاعي كنت بعمل له عملية حلقة من النحاس بحطها على الكود وبكون الحلقة دي مقصوة على نفسها مقصوة على ايه على نفسها يعني ايه حلقة مقفولة مش مفتوح حلقة مقفولة على نفسها الحلقة المقفولة على نفسها بيحصل فيها ايه بتبتدي توصلي طيار او بتبتدي شغال ملف الاكتاب بتاعي ويبتدي شغال المحرك زي ما انا عاوز تمام كمان عندي هنا بيقول لي الميزة او بيتميز البادئ المناطيسي عن البادئ يدوي بانه يمكن تجريله بمجاهد الضغط على زي الضغط الذي قد يوضع على مسافة كبيرة من البادئ والمحرك ويتم فحص البادئ كالادي طيب يبقى انا عندي ممكن اوصل طيار طبعا انت سيادتك اما بتجيب الكوندكتور بتلزقه في المحرك او بتخلي البادئ الكوندكتور ده او المجال او البادئ المناطيسي ده بتخليه لازق في المحرك ولا ممكن توصل له سلك بينك وبين المحرك مترين تلاتة اربعة مش هتفرق صح صح يبقى اذا فايدته مزاي بادئ الحركة العادي بادئ الحركة العادي لازم يكون محرك جنبي عشان يدوس على الزي وشغل ودوس على الاقافة لكن انا عندي شغل الشغل بادئ لضاء المغناطيسي ده ان هو ممكن تشغله بعيد عن المحرك دي ميزة تمام عندي يتميز البادئ المغناطيسي عن البادئ اليدوي ان انا ممكن اشغل البادئ المغناطيسي بعيد عن او بين وبين مسافك بيا بين وبين المحرك تمام لان انا ما اجي اضغط بيبتدي يولد المجال المغناطيسي داخله ويبتدي شغلي الطيار بتاعي او يودي او يدخل المحرك بتاعي في الخدمة اثناء التشغيل طيب عندي ازاي افحص البادئ اللي بادئ بتاعي اول الحاجة عند اكفال الملامسات وعند حدوث صوت من المغناطيس اثناء التشغيل يحتمل ان يكون في عيب انا اذا عندي الملامس المغناطيسي بيعمل صوت الصوت ده عالي عاوز الصوت ده سبب ايه قال للصوت الام عيب انكسار حلقة الازاحة النحاسية مما يتسبب عنه زنة حقا انه حسيا انا قلت من شوية ان انا بعمله قد مظلط او ملف مظلط الملف المظلط ده من النحاس ممكن الملف دوت انقصر فهيعمل ايه هيعمل صوت زنة دي واحد اتنين ممكن انتساخ واقه القلب القلب الحديد بتاعي التوسخ انا بافتح كده كده القلب بافتح وابتده انضف القلب بتاع المغناطيسي من جوه وابتح انضف الملامسات اللي موجودة عندي تمام اهدزاز بشت التلامس بشت التلامس مهزوزة ضعف الياي طبعا اما باضغط هات كده الكوندكتور واضغط عليه من غير اي حاجة هاتو كده واضغط عليه هتسمع صوت هتسمع فيه صوت صح الصوت ده وانا ضغط عليه معنى كي باضغط فيه سوستة تحتيه او ياي تحتيه الياي ده ممكن يكون اعمله عملية ايه حسن من الصلاة بتاعته او المميزات بتاعته قلت في الشر فيبتدي يعمل عملية ان هو ما يبتدش ما يوصلش الطيار المناسب الى الكوندكتور او الى المبادئ الحق حاجة تاني اذا كان الملف المغناطيسي محتوقا او مقسوعا فيجب ان يكون العيب فيه ان انا عندي وانا شغال في الداية بتاعتي عندي حاجة اسمها ان الملف المغناطيسي بتاعي اتحقق او حصل قسر ففيه عيوب لازم يبقى في العيوب بتاعي ايه العيوب تعدى في تعدى في قيمة الجهر الجهر ده ايه الي في حوال ازدياد في قيمة الطيار عندي الطيار الموافل عندي ازداد عيب ميكانيكي اللي هو نقطة عندي اما اجا دوس عليه بيتلمس بيلمس مع الياي الياي بيلمس ويبتدي شغالي القلب اللي جوه فممكن عيب ميكانيكي اللي هو اما يجي اللامس القلب مع بعضه في حاجة التحام ريش التلامس ريش التلامس حصل انهيار بينهم بعضية فبدأ في الاثنين او الاثنين جمع على بعض فالتحموا مع بعض قصر التقاري التشغيل لانا بفتح وقف افتح وقف افتح وقف فكده بيعملوا عملية انهيار داخل ايزا اذا كان الملف بتاعي محطاقا او مقصور عليه بيكون عيب تعدى في تعدى في تعدي في قيمة الجهر اتنين ازدياد في قيمة الطيار تلاتة عيب ميكانيكي اربعة التحميش التلامس خمسة قصر بتقرأ التشغيل لو انا عاوز الافي او اشيل موضوع الاعطال ده او اتلافة موضوع الاعطال ده بيحصل ايه اول حاجة بعمل عملية تنظيف نقط التلامس او نقط الملامسات رئيسية من الاتربة عندي نقط الملامسات رئيسية بتاعتي سواء الفردي او الزوجي النقط دول ممكن عليهم اتربة فلازم انا اتضاف عشان ما تحملش عازم دي حاجة الحاجة التانية غلق ملامس تعدي الحمل اذا كان مفتوح طب واحد هيسأل بعض تاني يعني ايه تعدي الحمل ايه هو تعدي الحمل قلنا يا جماعة ان انا لازم بعضو هنعيدها كذا ما اي جزء كهوبي شغلين عليه لازم يكون في نقطة تعدي الحمل معنى تعدي الحمل وهي الاوفالود او الفيوز او السكينة اللي انا بحطها معايا على زاز حصل طيار زيادة يبتدي تقطع الطيار لداخل على المحاكل قبل وصوله للمحاكل يبقى اذا ثاني نقول تعدي الحمل اي جزء كهوبي شغالين فيه لازم يبقى موجود فيوز او اوفالود او سكينة زيادة الطيار لو حصل طيار زاد يعمل عملية قطع مباشر عن المحاكل يبقى محاكل ما يوصلوش طيار القطع ده يعني يفتح الداير يبقى اتنين غلق ملمس تعدي الحمل اذا كان مفتوح اعمل يعني غلق امسك المفتاح امسك نقطة الفيوز بتاعتي او الاوفالود اشوف لو يريش بتاعته اتفتحت ابتدأ فيها تاني عشان يبتدي يوصل لي الداير تمام الحاجة التالتة تنظيف راق القلب من اترب ان انا عندي القلب الحديثي بتاعي فيه طب انا اضاف ليه لان ما فيجي يلامس مع القلب الثاني السابت هيعمل عازل بينه او مش هينتج مجال مغناطيسة زي ما انا عاوز اعادة لف الملف المغناطيسي في حال تحتوى تمام زي ما قلنا انا عندي ملف سابت ولف الحاكل السابت المتحرك القلب السابت المتحرك قلنا قلب سابت وقلبه متحرك وبيولد مجال مغناطيسي يبقى لازم يكون في ملف اذا الملف ده بتحيري ببتدي غيره زي الملفات الموجود احنا خدنا في سنة تانية اننا عندي الملفات بتاعتي عبارة بكرة معمولة من الفيب او مصنوعة من الفيب وبتدي تلف عليها ملفات من السلك النحاس حصل ان السلك النحاس ده اتحقق ببتدي فكه وابتدي لفه من اول وجديد طبعا احنا عارفين ازاي باللف المحرك ازاي باللف ده البكرة بتاعتي اول ملف بتاعتي ببسك السلك اقيسه بالميكرو ميتر واشوفه كام السمك وبعد كده بعد ما اقيسه ابتدي افكه وانا بفوق عد اللفات او عدد اللفات تمام يبقى انا عدد لفات السمك السلك وابتدي انزل اشتري السلك من اول وجديد وابتدي الفه على البكرة من اول وجديد تمام يبقى لازم اراعي في السيانة بتاعتي اما يقولي اعادة لف الملف المغناطيس في حال تحتراكه اقف في النقطة دي واقول يعني ايه الفه او ازاي الفه ازاي هو ملف يعني ايه ملف المغناطيس يعني معناه ان انا عندي لو فكت الكوندكتور بتاعي هلا ايه اتقسم نصرين نصف فوقه نصف تاعي النصف اللي تاعتي ده هو اللي فيه البكرة بتاعتي او فيه ملف المغناطي الملف بتاعي اللي مصنوع من السلك ومحطوط معه القلب الحديدي تمام بفك انا البكرة دي او بفك الملف ده واقيسه اشوف سمكه اديه وعدد اللفات اديه وابتدي انزل اجيبه طيب قصة السمك تمام عدد اللفات تمام هشوف وزنه اديه برضه اقيس اشوف وزنه اديه كم جرام تمام او حقول له انا عاوز سلك مقاسه سمكه كزا اعاوز منه وزنه كزا انا انا عاوز سلك وخلاص لا انا عاوز السلك كام جواب او كام كيلو بالوزن وبالسمك مش بروح راكيب كده ملف وخلاص لا يبقى اذا انا بقف عند كلمة اعادة لف الملف دي وقفت عندها ليه عشان ابقى عاوز زي بالظبط اما بتلك لف مطروح او محاوية عندك بقولك ايه خد الاول عدد العدد اللي بلف فك ملف من ملفات المحاوية ويعيز السمك بتاع السلك تمام وبعد كده شوف الملف كام لف وبعد كده فك كل ملفات وايه اوزنها عشان تقدر تجيب ونفس وزنة السلك ده تمام يبقى اذا اعادة لف الملف المغناطيسي في حالة احتراقه قلنا بنعمل ايه بعد كده ضبط الجهد المسلط على الملف المغناطيسي طبعا الجهد عندي بياخد مثلا متين وعشرين فولت مثلا طب المتين وعشرين فولت هنفع ازودهم لا اذا ازود ازبط الضغط او الجهد اللي داخل الى القلب المغناطيسي مايجيش مثلا قل المغناطيسي بياخد ميتين وعشرين وانا هم يديرو تلتم ويهة وتمانين غلط مايجيش ايه ااخد مايجيش ااخد على قلب المغناطيسي ااخد مثلا بياخد مثلا مية وعشرة ودينهم ميتين وعشرين يبقى اذا ضب الجهد المصلق على الملف المغناطيسي ده اساسي بعد كده تصحيح جهد التشغيل خصوصا على البدل يبقى انا بزبط بصحح جهد تشغيل لما يجي البدل لازم مايجيبدأ اكون بادئ بجهد تشغيل مصبوط اخر حاجة استبدال ريش التلامس ويايات الارتجاع يبقى برضو بشوف ريش التلامس ويايات الارتجاع لازم يكونوا موجودين عندي بكده اقدر اقول لكم احنا خلصنا جزء تاني او في براجعة جزء البدئات تمام لان انا لازم كنت ابتدي بيه تاني على اساس محدش ينساه لان هو الجزء او اهم جزء في تشغيل المحرك بتاعي او الالة بتاعتي فعشان كده انا قلت ابدأ بيه تاني لان من غيره ماينفعش اشغل اي محرك فانا بدأت بيه تاني على اساس ان الناس تتذكر معايا وتفهم معايا ليه بعمل بادئ للحركة للمحاكم ان شاء الله القاكوا في حلقة قادمة انا معكم استاذ سعيد ابو السوق